الاحتكار يا سيدي قد يزيد عندك المال لكن هل خلي بالك الاحتكار اللي انت بتعمله ده هايزيد عندك احمال المسلمين فكذين حديث المفلس ويأتي وقد شتم هذا واخذ ماله هذا اهو فيأخذ عذا من حسناتي ويأخذ هذا من حسناتي اصبر اسمع يعني انت دلوقتي الاموال اللي انت بتاخذها بالاحتكار دي انت اخذت من اموال الناس هيجي الناس يعملوا ايه يأخذ هذا من حسناتك ويأخذ هذا من حسناتك تخيل بقى المجتمع كله ايجي يأخذ من حسناتك تخيل فاذا فانيت حسناتك ايه لا يحصل هتاخذ من سيئات المجتمع وتطرح على سيئاتك ثم تطرح في النار يعني كل واحد غشيته كل واحد احتكرت عليه مال كل واحد اخذت منه مال بغير وجه حق هو له حق عندك امام الله سبحانه وتعالى ولذلك تعالوا نشوف السورتين حضرة النبي صلى الله عليه وسلم جعل ده ملعون مطروض من رحمه وعمل جرم كبير ليه المحتكر ملعون عشان تلاعب واخذ اموال العامة والكافة فلذلك ايه اللي حاصل ده عبل ما يخلص المجتمع اخذ حقه منه مش هيفضله حسنات ده كمان هيكون مفلس ولذلك ممكن نفهم الافلاس اللي تتكلم عنه حضرة النبي كمان انه افلاس في الدنيا وفي الاخرة مش بس الافلاس ده افلاس بس في الدنيا لكن كمان افلاس في الاخرة لان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يكون بشروا بالجزام وبشروا بالافلاس في الدنيا والاخرة وعشان كده شوف السورة التانية بقى وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول التاجر الصدوق والداجر الصدوق والأمين ماله ولا حضرة النبي مع النبيين والصديقين والشهداء يا سلام يا سلام على حضرة النبي هو بيقول لنا ازاي الواحد فينا يصبر نفسه ان المال اللي عنده ده ما الرزق عيمشي والاسعار عتمشي عليه على الناس لكن ان انت تستغل لحاجة الناس يا اخي مش هتقدر تحس بده غلما تلاقي واحد بيقل من قوته اولاده واولاده بيحسوا بان هم مش هيقدروا يكملوا عشاهم لان ايه اللي حاصل اتمنى عنهم ان هم يقدروا يشتروا السلعة اللي كانت سهلة وكانت ممكن يكلوها لما يبقى طبق البيض والناس تخبيه ولا الرز لما الناس تخبيه ولا السلعة الاساسية لما الناس تخبيها دي انت فاكر ان انت كده بتعمل شيء هيدر عليك خير وبركة ابدا ده هيمحق البركة وعلى فكرة ما تستفتكرش ان البركة دي ان انت ما يزيدش فلوسك ممكن تزيد فلوسك بس يمحق البركة في اولادك يمحق البركة بينك وبين زوجتك اولادك هيشوفوك ازاي بالمناسبة يعني على فكرة اولادك هيشوفوك ازاي ولا هم هيحسوا ازاي اقولك حاجة لو انك انت ببساطة خالص شفت ان انت بتعمل الكلام ده وربيت ابنك على انه يكون مستغل للناس هيطلع قلبه آسي واول حد هيدبح بأسوة ابنك هو انت كفاك ان انت تعرف ان ده يحصل لك كفاك ان انت تعرف ان الناس بتدعي ودعوات الناس المظلومين افتكر ان انت ظلمتهم افتكر ان دعوة المظلوم ليس بينها بين الله حجاب افتكر ان انت اكلت اموال الناس بالباطل والذي يأكل اموال الناس بالباطل انما يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا افتكر ان كل ده مش ضايع عند ربنا افتكر ان فيه اولادك وكل جسد النبتة من سحت فالناره اولى به افتكر افتكر ان انت بتصدم الناس وبتأذيهم افتكر ان ده كله ما بيضاعش عند ربنا لان ربنا سبحانه وتعالى عند المنكسرة قلوبهم القلوب اللي انكسرت دي بيحميها ربنا منك اشتركوا في القناة